السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله قد ينشارك معكم خبز السميث التركي أو الكعب التركي لكي يجي الديد سهل مبسط مكونات إن شاء الله متوفرة في كل بيت نمروا بسم الله على بركة الله للمكونات في المكونات بالنسبة للماء كيكون دائما أخواتي دافي قد يحتاج ميتين وثمانين ميلي لكن كيبقى دائما الماء لحسب نوع الدقيق دقيق عندي خمسمائة كرام معه الملح اللي حتيته معه لحسب الضوء وعندنا ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات 2 ملعقة من بودرة الحليب المجفف 2 ملعقة كذلك من زبدة وعندي ملعقة كبيرة مملوئة من الخميرة الفورية وثنين ملعقة من سكر الخاشن كيفما ذكرت أخواتي ما دائما يكون إذا فيما يكون شو سخون غدي نحط ملعقة من الخميرة الفورية ملعقة من السكر نضع عليهم تقريبا خمسين ميلي او لمية ميلي عفوا ملماء والباقي كنخليهم من بعد ونخلطو هاد المكونات ونخليوهم حتي يتفعلوا مع بضياتهم دائما دقيق يكون عندنا منخول بالنسبة للقيمة نتاع الدقيق فهي خمسمائة جرام مع هاد الملح كيفما يشوته معايا نضيفه 2 ملعقة من حليب البودرة و ملعقة صغيرة من خميرة الحلوية اولى البيكنج باودر ونضيفه في الماء بشوية بشوية حتى يجمع عندنا لكن كندروا بحسب اننا عندنا زبدة اللي سنضيفه في هاد الاثناء هادي حتى يجمع عندنا وكتبقى عندنا العجين قبطة فراسة ما كتكون شرطبة هنا كنضيفه الزبدة اللي كتكون بدرجه حرارة المطبخ و هاد العجين كتبغي يدليك مزيان ضروري اخواتي بالنسبة للسيدات اللي ما عندهم مش العجان فيحاولوا انهم يدلكوها بالايد نساحهم مزيح تكتولي بهذا الشكل هذا وما زال غدينا رجع ندلكها مرة اخرى ونوضعها في امبول ونغطيها حتى يتضعف الحجم تاعها ومنسوش اننا نرشول قليل من دقيق هنا نصف كأس من سكر انتع العنب الكبير اللي كيعير ميتين ميليغر نصف فقط او اقل من نصف و غدي نحطوه حتى يتكرمل هذا هو اللي سنديروه باش نغطسو فيه الكعك انتعنا عفوا فمنين كي يتكرمل وكيولي بهذا الشكل هذا غدي نوضع عليه كأس مملوء من الماء اللي كيكون ساخن و نضيفه بشوية بشوية و تنحركه لكن من الاحسن اخواتي نكونوا من نقصي النار باش ما يفيدش او لا يفوج علينا بالنسبة اللي ما بغاش يدير هاد الكراميل ممكن انكم تديروا فقط البيض تدهنوا به و تخلطوه مع شوية تاع الحليب هو الاصل في هادا كيديرو دبس التمر لكن اغلب سيدات ممكن انهم ما يتوفرش على دبس التمر فكيديرو هاد العملية هاد نزع الكراميل تاعنا هنا كيفما شفتوا معايا كننحاولو اننا نبقو كنحركو فيه حتى كيزول عندنا هاد الحبيبات هادولي كيكونوا متحجرين هادا هو الخليط تاعنا كيجيب هاد الشكل هادا اذا حبيتو تنقصو من السكر ممكن هانا مني كيد ضعف الحجم انت على العجين تاعنا كناخدوها و كنحطوها على البلوند تخافي كنخرجو من هادا كالهواء كامل و كنعملوها على شكل بودا كبير و نقطعوها غير رقيق اخواتي يعني نحاولو اننا ما نقطعوهاش قطع كبيرة لان مازال كينتفخ عندنا العجين تاعنا فبهات الشكل هادا انا خرجت لي هاد العجين سمنية دي القطع فكل قطع من هادي كنحتاجوها في تنين من كنحتاجو تنين عفوا من هاد القطع اللي كنديروهم في كعكة وحدة او لا قطع وحدة هادي نحرب لهم بهذا الشكل هادا كيفما كتشوفو معايا كيكونوا بهذا الشكل الارقاق كلهم كنحرب لهم كنخليوهم على جانب و كنبدو كنبرموهم على الشكل هادا اللي سيكون عكسي كناخدو من هنا و كنردو من هنا تقدرو انكم تحطو غير هاكل لان هاد الخالي تنسعنا كيقبطهم او تاخدو قطع وحدة وترجعوها من تحت فما تخافوش منو ما كيتحلش نهائيا و بالاخص مع هاد الكارامل اللي درناه فى يعني بحج كل تيل العسل كيقبط عليهم مزيان هذا هو الخالي تنسعنا اللي غادي نحطو فيه الكاك من جهات اتنين و كناخدو كميه لا بأس بها من سمسم او لازنجلان انا غادي ندير من تحت و من فوق اذا حبيتو فقط اخواتي انكم طيفو فقط البيض اللي يكون مخلط مع قليل من الخل قطرات او الحليب فممكن و كتشو غي شوية من سمسم لكن هنا راه هو هاد الاصلي و كياخد معنى كمية من السمسم او لازنجلان فكنوضعو بهات الشكل هذا وكنعاودو نقلبوه على الجهات ثانية وكنحاولو كنغطيو الجوانب واي فراغ عندنا بالسمسم فهدا هو الاصل فيه يعني كيفما هو كيتبع او كيجهزوه الاتراك هنا غادي نعاود معاكم الحبات الثانية فنفس الطريقة او كناخدوه ممكن كذلك اخواتي انكم تديروا بهات الطريقة هذي كيفما شفتو معايا يعني تحاولوا ان الكعكا من ساعكم تقدوها كيفما حبيتوه فضروري كنرققو هاد الحري بلات باش مني كيتضاعف الحجم التاعوه ما كيجيناش غليت بزاف ولحسب كل اخت كيفما بغادت فهنا يعني تنحطوه في السمسم وتنعاودو تنقلبوه مرة اخرى وغدين كونو ضروري دهنين يعني طاوت عنا وكنحطوه فوق طاوامد هنا بزيت ضروري هنا حطيتو ومن بعد غدين خليوه كيتضاعف الحجم التاعوغي وحد شوية ماشي بزاف في اني تقريبا عشرة دقايق ربع ساعة هاكا يعني بسرعة هو كيختامر وغادي نكون مسخني الفرن على درجة حرارة 180 ونطيبوه على فرن ساخن اللي غادي يكون 170 درجة هنا كيفما شفتو معايا انا عطاني 8 ديال الحبات هادو 2 حبات تاليين اللي هما كانوا يعني شوية فاتوا في الاختمار تاعهم كيجي من الداخل رطب وكذلك ممكن انكم اخواتي تخليو حتى يبرد وتفسحوا هاد الكعك هادا وديروه بالجبن ومرتدي لكا صندويتش كناكلو دائما في حد المطعم ان شاء الله يعجبكم وتجربوه هادا هو الشكل النهائي انتاعو كيفما واضح معانا فهنا كانت الاضاءة مغيرة على الاول اللي حليته معكم قدمتوا بهالطريقة هادي مع جبن تركي كذلك مع الشاي التركي وزيتون المشوي